هاي كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب راح حاول أحكي فيها عن جميع المواضيع العاطفية سواء لإلك ولا الشريك وراح تحدث كذلك عن العذاب شو بيخبئ لون شهر راح تحدث بالأخير عن كل ما يتعلق بالحيات العامة لإلك يا برج العقرب هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري الطالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية أكي بداية يا برج العقرب عم شوفك عم تراقبوا للشريك عم تسكروا لهذا الإنسان بالشدة بهذا الوقت وعم تراقبوا عن كسب أكي ممكن عم تراقب كل شي عنه عم شوفك مترسد لهذا الإنسان عم شوف طاقتك أنت عم تظهر طاقت برج العقرب عم شوفك يتحب لهذا الإنسان هيك عم تطلع عندك طاقة انت يا برجل اقرب اما بالنسبة للشريك فعم شوفه كتير هذا الانسان مغروم فيك عم ينتظرك بس كتير متألم على فراقك او بعدك عنه للبعض ممكن يكون فراق البعض منكم ما يكون بس في مشاكل حصلت بالعلاقة لانو عم شوفك عم تراقبه كذلك هو عم شوفه يتألم لبعدك عنه او يتألم لشيء معين يعني تقريبا هحتكون في فراق وفي بعدان لعشان في تذكر كتير طويل دائما عم يتخيلك او عم يرسمك بخييل وهذا الانسان عم شوف في حبي كتير كبير هذا الانسان مغروم كذلك وبحبك يعني يكن مشاعر ثابتة للك يا برجل اقرب عم شوف كذلك حتى مشاعرك تجاه هذا الانسان لساتة زي ما هي يعني لساتك عم تكن مشاعر طيبة لهذا الانسان يعني ما تغيرت مشاعرك تجاه هذا الانسان وعم شوفك عم تنتظر لهذا الشخص انه يبعث لك مسيجة ويحكي معك بس ممكن انت كأنه شايل بقلبك تجاهه ممكن اذا حكم معك رح تنفجر تجاه هذا الانسان ممكن تعيت ممكن تبكي ممكن توصل لمراحل درامية كتير عليه ليش بقى عشان انت تحملت على على افتراقه ولا بعضه عنك لانه انت كنت محتاجه بهذه الفترة وبتعد عنك ممكن تنفجر بوجه والمشاعر هيك تظهر كل شي مخبه عندك برجل عقرب رح يظهر عنه برجل عقرب من الابراج الكتومة جدا وبرجل عقرب ما بحب انه يبوح بحبه او بمشاعر تجاه الانسان الاخر دائما يخفيها عنه لانه بخاف انه ينجرح يوما ما وحدا يجيب له او يحكي عن الاشياء اللي التي يشعر بها اوكي لهيك عمشوفك ممكن رح تنفجر تجاه هذا الانسان من مشاعرك عمشوفه كذلك هو في حيرة من امري بيقول احكي معه او لا احكي معه او ممكن ازا حكيت معه يردني ازا ما حكيت معه خلص يعني هو في حيرة من عمري اوكي بيحبك اكيد بس مشاعره او في لخبات كتير كبيرة اوكي اوقيت عم يحكي لحاله ممكن رجع هذه العلاقة ونمشي مع بعض او روح لق حدا ثاني احب حدا ثاني او يعني يعني الانسان عندو يعني عندو فكري اوكي بالنسبة لكل ما يتعلق بالنوايا عمشوفو هذا الانسان متخوف جدا من خطوة الى الامام عم يفكر فيك فقط عم يرسمك بخياله عم يعيش معك لحظات حلوة بس لا ما عمشوفو بالوقت الراهن قادر يعمل خطوة بس عم يفكر هل برجع او لا اوكي عمشوف في تفكير مطول بهذا الوقت عمشوف كذلك انت مشاعرك يعني عمشوفك ممكن من الاشخاص اللي عمل توازن بحياتك ممكن عم تشتغل وبذات الوقت بدك هذا الانسان ليش بقال لي انو برجل عقرب شخص وغفي اذا حب يحب من قلبه بس بيضل مع الشريك لمدة طويلة ما بحب انو يغير انسان هو من الابراج الفكسد او الثابتة بحب انو يضل علاش اشي واحد اوكي بشوف على انو ممكن ممكن بشهر معي انو يقدم لك عس الحب ممكن حبه الكبير للك ما يستطيع يقاومه ويجي لعندك ويطلب السماح منك وغالبا هذا اللي رح يحصل لانو خطواته القادمة عمشوفه في يعني رح يبعد مسج رح يحكيك في رسائل ستباتل لك رح يقدم لك عس الحب ويحكي لك عن مشاعره الكثير قويه اتجاهك عمشوفك حتى انت مليت انو تقول لحالك بدك هذا الشريك يكون حدك انو تكمله حي تكون مع بعض في حنين يا برجل عقرب العلاقة جيدة لا انكر في حنين وفي حب متبادل بس عمشوف على انو مستقبل علاقة مرهون باشتغالكن عليها اذا اشتغلتوا عليها ممكن تنجح اذا ما اشتغلتوا عليها وصار فيه كبر وصار فيه يعني كل واحد عم عنده ايغو كتير عالي ممكن تفشل العلاقة بس العلاقة مستقبلها مرهون بكل ما هو حاضر اوكي عمشوف كذلك على انو بيقلك امن بالمستحيل لازم انت امن باشيه حتى لو ما كانت حقيقية امن فيه امن بحبكن لبعض امن انو هذا الانسان صادق وما بيكذب عليك اوكي امن بكتير اشيه برجل عقرب عمشوف كذلك على انو فيه هيدا اللي عم يطلالي على انو فيه حيرة حيرة من امري هذا الانسان بيشعر مشاعر تجاهك كتير قوية بس مو قادري يعني يعمل خطوة وخايف ومتخوف لحيك عنده ضبابيه ما عميشوف الصورة الحقيقية اوكي عمشوف كذلك على انو سبب المشاكل بعينيتكن على انو ما ضل فيه انجدعب كتير عالي اشتغل على هذه الخصلة انو يصير انجدعب يكون فيه كامستري يكون فيه كامستري يخليكن تنجدبوا لبعض اوكي برجل عقرب معروفة انو كتير جدايب بس لازم تستغل هذه الفرصة لانو هذا الانسان كأنو العلاقة فقدت هيدا الروح اللي بتخليك انو ما في نعيش من دون هادا الانسان اوكي بتخليك انت متلحف باي فرصة انو احكي معو انو يبعث لي ميسج بتلاقي الشخص الاخر ما قادر يعني دقيق ايه يبعد عنك يعني هيدا الخصلة فقدتوها انتو بالعلاقة حاول تشتغل عليها وتعززها عشان يعني عشان تنجح العلاقة اوكي انا نشوف كذلك للناس العزيب انا نشوف على انو اا في بيديه جديدة مع شخص ممكن يكون له عبراج ترابية او مائية او نارية هذا الانسان جاي وجاي قريب ومتسرع جدا وممكن يكون هذا الانسان يجيك عن من طرف عائلي ممكن حدا يعني من طرف اصدقائك او من طرف العائلة تتعرف عليه هذا الانسان ممكن كأنه له مدة وهو عم يراقبك هذا الشخص وعنده لحفة انه يلتقي معك عم شوفه كذلك هذا الانسان ممكن يكون برج الاسد او برج السرطان بس عم شوفه هذا الانسان دائم يعني ممكن كان معجب من بعيد وكان عم يقاوم مشاعر اتجاهك دائما كان عم يقاومه وكان فيه صراع داخلي على انه بده احصل على هذا الشخص بس يعني كيف اوصل لقلبه وكيف اوصل لقلبه ممكن تعطيه فرصة يا برج العقرب لانه ممكن فيه بداية عم شوف فيه بداية لالكن راح يخليكن هذه البداية تحصلوا على سعادة بالنسبة للطاقات عم متن عم شوف برج الحمال ونشوف برج الاسد عم شوف السرطان والاسد اسد الثار عم شوف كذلك تقريبا هيدا الطاقات اللي عم تطلع اوكي تقريبا هيدا كلها يضا بس يغلب على هذه القراءة والابراج النارية والمائية والترابية كذلك يغلب عليها الهوائي ما بشوفه كتير بهذه القراءة بس هيدا كل شي عم يطلع بهذه القراءة راح احاول احكي عن الموضوع العام عم شوف فيه عزومات بهذا الشهر عم شوف كذلك على انه ممكن يكون فيه سفر ممكن يكون كذلك حتى فيه عم شوفه كتير سوشل يعني اجتماعي بهذا الوقت عم تحكي مع الناس عم تسافر عم تبعط مسجات عم فيه تهنئة فيه سعادة ممكن يكون فيه حفلة بالبيت عم شوف يعني الجو العام بشهر ماء يعني بشوف الجو العام بشهر ماء يخلب عليها السعادة والفرح واللمة والجمعة اوكي الجمعة بالبيت راح تكون وكذلك عم شوفك تتجاه لك كل ما هو روحاني العبادات والتقرب الى الاله وممارسات الدينية عم شوفك عم تتجاه لهذا الماضية كتير اشيه عم شوفك كذلك حتى تترقب وعم تتمنى وعم تدعي الله لكتير اشيه عم تحلم فيها عم شوف هذا الشهر يخلب علي الزيارات العائلية وممكن حتى حتى زي ما كانت زيارات عائلية ممكن انتم بالبيت هايك لم تكن حلوة وقاعدين مرتاحين وكذا هايك يعني وعم شوف حتى العبادات عم تقوى عندك بهذا الشهر هيدا كل شي بيطلع لبرج الاقرب بتمنى لك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعمروا لي لايك وسبسكوير بالقناتي وشكرا للكم